ولنتعرف أكثر على بعض الأدوار المهمة للإمام عليه السلام كلمة الحفل يلقيها الأخ العزيز علي محمد جواد العريبي فليتفضل مسبوقاً بالصلوات العاليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم أهنئكم بذكرى ميلاد الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في غرة شهر رجب الأصب شهر الخيرات والبركات أقتبس لكم في هذه الليلة كلمات من خطبة المرجع الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف ألقاها في رحاب مولد الإمامين الباقر والهادي وهي في محورين ونحن في هذا الصدد نحاول أن نطل على دور هذين الإمامين لنستهدي بعد ذلك ببعض كلماتهما فيما نحتاجه في حياتنا المحور الأول وهو الانفتاح على ثقافة القرآن الإمام الباقر عليه السلام هو من الأئمة الذين ساعدتهم الظروف على أن ينفتحوا على الساحة الإسلامية بأوسع مجالات الانفتاح فأغنى بعلمه حركة الثقافة الإسلامية وروا عنه الرواة الكثيرة مما أودعوه في كتبهم من شؤون العقيدة في الخط الفلسفي ومن شؤون الشريعة ومن قضايا التاريخ حتى إنك عندما تقرأ الموسوعات التاريخية كتاريخ الطبر وأمثاله تجد أنه يتحدث عن كثير من قضايا التاريخ الإسلامي بالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام وكان الإمام الباقر عليه السلام يدعو أصحابه بأن يسألوا أو إلى أن يسألوا وكان يطلب منهم أنه إذا حدثهم عن أي شيء من شؤون الثقافة الإسلامية أن يطالبوه بالدليل على ذلك من القرآن لأنه كان يريد للمسلمين من حوله ولشيعته بالذات أن ينفتحوا على ثقافة القرآن وأن يرجعوا كل مفاهيمهم الإسلامية إلى القرآن الذي هو الأساس في الثقافة الإسلامية والحديث في السنة يمثل تفصيل ما أجمله القرآن وتوضيح ما وقع فيه إشكال وقد كان الإمام عليه السلام رحب الصدر مع الذين يختلفون معه في الرأي فكان يحاورهم بكل انفتاح وينطلق معهم بالكلمة الطيبة والبرهان القوي لأنه كان يرى كما خطط له القرآن أنك إذا اختلفت مع شخص سواء في العقيدة أو الشريعة أو السياسة أو أي شيء من شؤون الثقافة في الحياة فإنك لا تستطيع أن تقنعه بالضغط أو بالعنف وبأساليب السباب والاتهامات غير المسؤولة ولكن بإمكانك أن تقنعه بالحجة والكلمة الواضحة وهذا ما ينبغي لنا أن نتعلمه من القرآن الكريم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن لا نتعقد من الخلافات الفكرية فلا نرجم بعضنا البعض بالحجارة الكلامية بل نقدم الدليل والحجة والبرهان ونستهدي القرآن بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أما المحور الثاني فهو الولاية لا تنال إلا بالورع من جملة ما قال الإمام الباقر عليه السلام لخيثمة يا خيثمة أبلغ موالينا أن لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع والولاية بالنسبة إلينا موقف مع الله ومع رسول الله ومع الإسلام وليست الولاية مجرد عاطفة ولكنها التزام بالإسلام وبالله وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره وفي كلمة ثالثة قال الإمام الباقر عليه السلام يا معشر الشيعة كون النمرق الوسطى وهنا النمرق هي عبارة عن الوسادة المتوسطة التي تريح الإنسان في نومه وقعوده يا معشر الشيعة كون النمرق الوسطى يرجع إليكم الغالي وهنا الذي يصل إلى درجة الغلو بأن يجد فيكم خط الاعتدال يا معشر الشيعة يا معشر الشيعة كون النمرق الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلتحق بكم التالي فقال له رجل من الأنصار جعلت في ذاك من الغالي؟ قال قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا فليس أولئك منا ولسنا منهم قال ومن التالي قال المرتاد المتطلب يبلغه الخير فيؤجر عليه والله ما معنا من الله براءة الله سبحانه وتعالى لم يقل لأحد إن لك براءة من النار بل قال اعملوا قالها للأنبياء وللآئمة والله تعالى علم نبيه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم والأنبياء والأئمة عليهم أرض الصلاة والسلام إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الدرجات العليا بمعرفتهم لله وطاعتهم له يا معشر الشيعة كون نمرق الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلتحق بكم التالي فقال له رجل من الأنصار جعلت في ذاك من الغالي؟ قال قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا فليس أولئك منا ولسنا منهم قال ومن التالي؟ قال المرتاد المتطلب يبلغه الخير فيؤجر عليه والله ما معنا من الله براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله الحجة ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة فمن كان مطيعاً لله تنفعه ولايتنا ومن كان عاصياً لله لا تنفعه ولايتنا ويحكم لا تغتروا ويحكم لا تغتروا ويقول عليه السلام في نص آخر إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا المتحابون في مودتنا المتزاورون لإحياء دين الله الذين إذا غضبوا لم يظلموا وإذا رضوا لم يسرفوا بركة على من جاوروا سلم لمن خالطوا ويقول الإمام الباقر عليه السلام إذا أردت أن تعرف أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان قلبك يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خيراً والله يحبك وإن كان قلبك يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خيراً والله يبغضك والمرء مع من أحبه وعليكم أن تفكروا في من تحبونهم وتوالونهم هل ترضون أن تحشروا معهم يوم القيامة؟ إذا رضيتم فوالوهم وإلا فراجعوا حساباتهم هذه بعض كلمات الإمام الباقر عليه السلام وعلينا أن نستهدي بها ونسيراً في خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن خطهم هو خط الطهر والصفاء والحق والحق كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الأخ العزيز على محمد جواد العريبي على ما تفضل به ونتمنى له التوفيق في خدمة أهل البيت ترجمة نانسي قنقر